موسيقى إذن ننقل كل ذلك إلى العاصمة الأردنية عمان معنا من هناك السيد سيركيس شوبريان وهو محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي جروب أهلاً وسهلاً بك ويعني رغم الانحسار النسبي للمخاوف بشأن الكورونا الصين من جانبها تعمد على احتوائه اقتصادياً أيضاً وتخفيض بعض الرسوم والتعريفات الجمهورية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية البعض يفسر ذلك بأن الصين ربما في موقف أضعف وبالتالي عليها تقديم تنازلات بهذا الملف الحساس كيف تقرؤون ذلك؟ لا شك بأن الصين تقدم بعض التنازلات تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً تجاه الاتفاق التجاري الذي كان اتفاق تجاري للمرحلة الأولى لكن أود النظر أيضاً إلى أن الصين لم تقم فقط بخفض الرسوم الجمهورية على السلع الأمريكية بل أيضاً قدم بنك الشعب الصيني وهو المركزي الصيني خطة تحفيز قيمتها 500 مليار دولار أمريكي وضخها للاقتصاد إلى جانب ذلك تعهدت الصين باتخاذ المزيد من الإجراءات لتقليص تأثر الاقتصاد الصيني بفيروس كورونا فلذلك نرى بأن هناك تحفيز شامل للاقتصاد الصيني والحكومة الصينية على ما يبدو تريد دعم الإنفاق داخلياً وسط تفشي فيروس كورونا والذي أضر بالفعل بالاقتصاد فهناك أكثر من جهة داخلية في الصين حالياً تواجه الضغور حتى أن الحكومة الصينية تعهدت أيضاً في أن تحاور البنوك في الصين لتخفيض الفوائد على الاستثمارات والشركات المتوسطة والصغيرة وهذا كله يدل على أن الحكومة الصينية إلى جانب بنك الشعب الصيني يقدمان تحفيز الاقتصاد وليس فقط من أجل تقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية فهو تحفيز اقتصادي شامل نعم بالجهة المقابلة سيد ساركيس يعني ما يحدث في الاقتصاد الصين نجد الولايات المتحدة الأمريكية تزهر لديها بيانات النمو تقرير الوظائف غير الزراعي وفي الغد أيضاً سنراقب التقرير الشامل إلى أي حد تعتقد بأنه ستستقر لدينا أمور الاقتصاد الأمريكي وبعكس طبعاً أداء السوق الصيني بالنسبة للاقتصاد الأمريكي فهو حتى هذه اللحظة مستمر في تقديم أداء أعتبره شخصياً مبهر فقد كانت تشير التوقعات لاحتمال طباطه اقتصادي قوي لكن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً ومنها البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع أشارت إلى أن الاقتصاد مستمر في سلسلة النمو القياسية وهذا ما يدفع الأسواق للتفاؤل فهي حالياً عبارة عن مقارنة كيف كان سيكون وضع الاقتصاد في التوقعات السابقة وكيف يفعل الاقتصاد حالياً وكيف يتقدم في الحقيقة فالبيانات الاقتصادية تشير إلى احتمال استمرار النمو والاقتصاد الأمريكي وتحديداً يوم أمس أيضاً رأينا بيانات من أسواق الوظائف الخاصة وقد ارتفعت أكثر كثيراً من التوقعات وهذا ما يدل لاحتمالية استمرار الإنفاق مستقبلاً واستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي وهذا أيضاً ما يقدم ثقة وتحفيز للأسواق المالية وأسواق العادل المرتفع إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص لكنها أيضاً شملت الأسواق المالية العالمية ككل السركيس يعني غداً ربما إعلام بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية رغم أهمية ذلك كما تعلم لكن يبدو أن مراقبة الدخل والأجور تبقى مهمة هذه المرة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي تشادها الأسواق الأمريكية وفي ظل مراقبة معدلات التضخم أيضاً أليس كذلك؟ صحيح كلامك صحيح لأن الفدرالي الأمريكي ينظر وكان واضح إلى رقابته إلى التضخم ونسبة التضخم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 1.6% وهذا طبعاً بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الجوهري وهذا الذي يتابع الفدرالي الأمريكي وليس مؤشر سعر المستهلك فالفدرالي الأمريكي أشار في ضمن حديثه مؤخراً إلى أنه ستستمر رقابته إلى التضخم وفي حال بقيت مستويات التضخم منخفضة فسيغير التوقعات المستقبلية مما قد يكون إشارة مستقبلية ليس على المدى القصير لكن على المدى المتوسط بأنه سوف يتجاوب مع ذلك ويقوم بمزيد من إجراءات التحفيز لكن أيضاً أود أن أأخذ بعين الاعتبار بأن الفدرالي الأمريكي ما زال حتى هذه اللحظة يتوقع عودة اتفاع التضخم خلال الثلاث أشهر المقبلة ولذلك يجب علينا يوم غاد الجمعة مراقبة ليس فقط بيانات الوظائف تحديداً في البطالة أو الوظائف المستحدثة في القطاعات الغير زراعية بل أيضاً سوف أهتم شخصياً وبشكل خاص في نمو معدل الأجور لأنه يعتبر دلالة متقدمة عن مستويات التضخم إلى جانب كونه أيضاً مؤشر عن الإنفاق الاستهلاكي الذي يدعم النمو الاقتصادي الأمريكي نعم وجب الحديث عن الذهب وجد متنفس واضح لدينا مع ارتفاع حدة المخاطرة في الأسواق والضبابية ولكن مع نوعاً ما نستطيع أن نصف أنه احتواء لأزمة فيروس كورونا حتى الآن يستقر الذهب يعني وجدنا فلات تصرفاته عند الـ 1560 دولار تقريباً للأونسة ما الذي تتوقع في المدى القصير لتحركات الذهب أخذين بعين الاعتبار شهية المخاطرة الكبيرة في الأسواق والارتفاع المستمر الذي نراه في مؤشرات الأسهم حول العالم بعد الانخفاضات التي شهدناها الأسبوع الماضي فأسعار الذهب حالياً تقوم بارتفاع ندعوه بارتفاع تصحيحي والارتفاع التصحيحي هو عبارة عن عمليات جني أرباح مضاربية لكن أيضاً المخاطرة لم تزل تماماً في الأسواق المالية فحتى مع التوجه لأسواق العادل المرتفع واستمرار الارتفاع فيها إلا أننا نلاحظ بأن المتداولين يفضلون أن يستحوذوا على بعض الملاذ الآمن لدعم المحافظة الاستثمارية لكن على المدى الأبعاد قليلاً إن كنت أتكلم على المدى القصير فأسعار الذهب ما تزال تحت ضغط هابط ربما يكون قوي مع استمرار قوة الدولار الأمريكي والشهية المرتفعة للمخاطرة في الأسواق ساركيس شبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي جروب شكراً جزيلاً لك كنت معنا من الحاضر الارتونية أمريكي شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك شكراً لك